تواصل أجهزة الدولة جهودها في ترحل السلع الغذائية بكميات موفيرة وأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20% بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية ذلك تنفيذا لتوجهات الرئاسة تواصل الدولة جهودها في توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها وذلك مع تكثيف الرقابة على الأسواق عن طريق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدي لأي محاولة تلاعب أو جشع بهدف احتكار السلع أو رفع الأسعار السلع اللي موجودة طبعا رقم واحد السلع الأساسية زي الزيت والسكر والرز المكارونات بتخفضات أو أسعار أقل من برة السكر بعشر ونص الرز يبدأ من 11 ربق المكارونا بيجي نص كيلو فيه بخمسة جنيه فيه 350 جرام بثلاثة جنيه ونص بالإضافة على كده طبعا اللحوم الطازة السوداني بخمسة وتسعين اللحوم البرازيلي بثمانين جنيه الدواجن البرازيلي الكيلو بثمانية واربعين زايد مصنعات الدواجن من فليه من شيش من وراك من البط من وراك الرومي بتبقى موجودة زايد طبعا يميش رمضان موجود في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تراوح من 20 إلى 25% منافذ المجمعات الاستهلاكية شهدت اقبالا كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة إلى جانب الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% وذلك لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الكريم جيت اشتريت زبيب واشتريت أمر الدين واشتريت مش مشية فالأسعار حلوة يعني في متناول الجميع يعني هنا الأسعار أحسن طبعا من بعضها فرق كتير يعني 5-3-4 في كل سلع فيه فرق من 20 إلى 30 إلى 40 جنيه برا يعني فعلا هنا كل حاجة متاحة والحاجة هنا فعلا في متناول للناس كلها يعني حلوة جدا بمقارنة ببرا جهود متواصلة تقوم بها أجهزة الدولة من أجل تنفيذ التوجهات الرئاسية بتوفير مختلف المنتجة الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري